صديقي إذا انت جديد في هذا الدومين ديال print on demand وباغي تحقق المبيعات ديالي بسرعة فهذا الفيديو الليك شوفه من الأول تلاخر وما دنساناش بالدعم دياليك اللي هي لايك كومنت لي بتحديث فهذا باكي ما كدلاحظوا طلع لي واحد ديزاين تي شورت اللي كي يحقق مبيعات كبيرة بزاف طول مارش دومنيتر واللي هو هذا صراحة مخدم طريقة كتكية واللي هي الكراس نيش أنا غادي نحاول نوضح الناس اللي هما مبتدئين بزاف ديال حواج اللي هي مهمة باش ما يبقاش عند ذاك الغموض نهائيا يعني هادي نحاول نشرح ديك شي هاداك من اح تنزد اوكي اول حاجة ملي طلع لي هات ديزاين تي شورت باش عرفتوا انه كي حقق المبيعات من خلال دياله اللي واحد رقم كيدل انه كي حقق المبيعات اللي هو هذا صراحة كل ما كان منخفض يعني كيدل انه الدزاين كي حقق مبيعات ولكن علش انا قصدت هات ديزاين بالذات لانه هو مخدم ديك الطريقة ديال كراس نيش لاننا كنخلطو نيش مع نيش يعني الكراس نيش هي انك تشوف واحد ولا نيت ولا اي حاجة مثلا واحد ديال هالوين اللي قريب ما اجي اكتوبر مزيان يعني خلطو مع سكيلتون وكذلك مع الفوتبول طريقة كية ومزيانة كيني بزاف ديال كيورد هنا مكتبو را يقدر يجيب المبيعات بسرعة ولكن ها الدزاين بالذات را فغامو كالباس سنانك دياله مرتفع كيما كتلاحظو مليون فاصيلة وهذا كيدل انه الدزاين ما كانش كي يجيب المبيعات فا اه يعني في واحد اللحظة بدك يحصل على المبيعات كتير dealing من مليون فاصيلة ههبط حتى 200 و 298 والب و 3 و 9 را هده رقم خيالي وفغامو بدك يحقيق مبيعات كبيرة فهالدزاين كي يبيع 16.90 ولكن هو في اللول مكانش كيبيع 16.90 اجي نوري كيفاش عرفت اتشي هذا مليد خلت هنا يا هالدزاين باش نشوفه مزيان ونحكم على هالدزاين واش نخدم عليه ولا لا فهبطت هنا وشوفت ديزاين باقي جديد هذي اول حاجة البيس سي نانك دياله من خافض مزيان كيما وريتكم كان مرتفع يعني هبط بطريقة كبيرة فأكيد تخطي نخدم على هذا الديزاين. غادي نوري كل شي طبيعة الحال. والبرايس كيبيه ب 16.90. كيفاش عرفت باللي هو ما كانش كيبيه ب 16.90 في الأول من اللي هبطت هنا باش نشوف المسائل ديالي. عندك هذا الخضار هادا اللي هو البرائس. لاحظوا هنا يشنو مكتوب 14.90. البسينانك اللي هو الزرق عندك مليون فاصلة. يعني ماشي ديك البسينانك اللي منخافض. وبقا كي ينتظر الساز في واحد الساعة زاد ارتفع البسينانك ديالو حقق بعض المبيعات ولكن كي يرتفع البسينانك ديالو. لاحظوا معي كيف كي يرتفع المبيعات وهنا في هاد اللحظة انخافض البسينانك ديالو بطريقة سريعة. مائتين وثمانية وخمسين آلف وثمانية وثلاثين. فهنا شاف انه بدأ كي يحقق مبيعات كبيرة. وطوماتيك مو حاول انه يطلع البرايس ديالو 16.90 ركن كي يربح بعض الرويات اللي هي قليلة في 14.90 ولكن اللي شاف المبيعات كثيرة حاول انه يطلع البرايس. هذي استراتيجي كنخدمو بها وبقي من الحد الان كنخدمو بها. فتقدر انك دابل برايس ناقص. مش حتن ضرر لتلتترس سمية وثلاثين اخوتي. حيدوم ديك الرقم ديال تلتترس سمية وثلاثين. اوكي? واللي بغي يخدم على هذا كي يبقى الشغول ديالو. انا صراحة ما كتصدقش معايا ديك تلتترس سمية وثلاثين. نقول لكم لكي. فمزين. انت ملي غادي تخدم بواحد برايس ليكون موين. مثلا بحالة اربعتاش سوى وثلاثين وله هذه. فمليك تشوف المبيعات جاوك بزاف عندك ما تطلع لانه ما غادي تبقى انت تلعب على السيلز اه والروياتي زير والروياتير. هذي ضروري يخصيك بقى ترباح. فهذا خدمتكي وشاف ان الديزاين تحرك فهذا غادي رجع له هال ديزاين يعني يحقق له مبيعات مزيانة ومن الذي يزيد يقرر بالهالوين في أكتوبر يجيب المبيعات خيالية فهذا الديزاين لازم يعني نشوفه المنافسة دياله ونحكمه على ديك المنافسة واحتى البيسيران وهذا شيء هذا اللي غادي نشرح لك مهم جدا وما تضيعوش يا صديقي من اللي غادي يمشيه احنا يبحثوا على المنافسة ونحكمه على ديك النيتش واش مزيان ولا لا غادي ناخد هالتايتل ديال اي ديزاين اللي باغيه وغادي نعتمدوا على هالبروداكتور فورماش باي امازون كتقدر انك تلشارجيه في جوجل ويب ستور ديالك وهدي مشيه ريسورش يو اس ستاندار تيشورت ولا تقدر تخدم بهالطريقة ايضا تسمي الشترك في تول مرش دومنيتر ديكليكي على اوبن ان امازون والدراري والاشخاص اللي باغيين يشتركوا في تول مرش دومنيتر يدخلوا عن طريق الرابط ديال اللي في اول تعليق ويحطوا هاد الكوبون ديال سولايف خمسين غادي نقصولك في ثمان مرات وصل معايا وغادي نعطيكم بعض الهدايا اللي غادي تتاعدكم في هاد مجال ديال طبعينا الطلب رجعوا الى الموضوع ديالنا غادي نشوفوا المنافسة كما كتلاحظوا المنافسة اللي هي مية واستا وتسعين رأيه قليلة ليش اش حاجة اللي كبيرة بززف ولكن المنافسة باش هي واحد معيار اللي غادي نقدروا اننا نحكموا اه يعني اه الديزاين ناضي مثلا اذا كانت المنافسة النقصة فاكيد انني هادي نجيب المباعة هاديرة ما كيناش ما كينش اي استراتيجي بها الطريقة ديال المنافسة لان المنافسة كما قلت لكم في الول ماشية معيار باش نقدر انني نحكم على المنافسة فكما قد لاحظوا 196 منافسة فإذا كانت هناك 196 أكيد خصني نشوف البسينانج لأن هذا شيء هذا مرتبط ببعضه فإذا مشيت شوفت المنافسة نقصة 196 مزيئا خصني ضروري نشوف هالتيشورت ديزاين واش كي يحققوا مبيعات كاملين ولا شي حاجة لقليلة فإذا كانت سمع مزيئا هذه الطريقة كانت استعملها في جميع النيتشات اللي كان بحث عليهم فإذا كانت المنافسة مثلا كبيرة والبسينانج منخافض من درجة كبيرة بزاف ديالتيشورت ديزاين وغادي نوريكم طريقة سهلة باش بلا ما قد عدب راسك تشوف كل تيشورت ديزاين وديك شي هاداك فإذا كان البسينانج بزاف ديالتيشورت ديزاين منخافض والمنافسة كبيرة فهذاك نيتش ناضي فلازم عليك أنك تدخل عليه وخدكم في تير ناقص لأنه كيلبيع عكس أنه واحد شخص كيشوف المنافسة صغيرة بزاف وكيقول بلي هذا النيتش هوتا فمن اللي غادي دخل على هذا النيتش ويخدم عليه ما غاديش يحقق المبيعات علاش لأنه هنا كانوا شي جوج ولا شي خامسة ولا حتن شي عشرة ديالتيشورت ديزاين اللي كيحققوا مثلا مبيعات كبيرة وهو تأنسبيران غير من هادوك فلازم عليك أنك تأخذ نظرة وماشي من باج واحدة ربزاف دياللي باج كان أخدوا فكرة ومن خلال هاد الاكستنسيون ديال بروداكتور فورماش با امازون هي اللي غادي تخليك أنك تحكم على هاد النيتش اللي غادي تخدم عليه فعم زيان هوا أعطانا الطابلو واضح فاحنا يملت أنسبيرينا من هاد ديزاين وباللي ووعر فكما كتلاحظ من خفض دياله من مليون فاصيلة نميتين وتمية وتصعير رفغيمون ديزاين ناضي وعجبون وده كيتباع بطريقة رهيبة يعني يتباع بشكل كبير وبالزاف ديال السجاوهر الشخص هدا فلازم عليها أنا نخدم بحاله ولكن اللي غادي يمشي نشوف المنافسة ديال هاد النيتشور الأشخاص اللي خادمين بحاله نفس الفكرة ووش كيحقوا المبيعات فكما كتلاحظ هذا اللي شفنا كيحقق المبيعات وهدا كيحقق المبيعات كبيرة من هدا لأن البي سيرانك ناقص على هدا فمزيان هادو ما كيحقوش المبيعات وما بقاش كيحقوا المبيعات يعني طلع وارتفع البي سيرانك فكما كتشوف هادو اللي طلع له من البي سيرانك هيدا كان هاد ديزاين هادا كان في اللول مليون وشي حاجة ومراها نخفض الديزاين ولكن أنا بغي نحكم على البي سيرانك ليكم الناقص هدا ناقص وحتى هدا ناقص فأنا ما غاديش نبقى نشوف البي سيرانك ديال كل تي شور في هاد طريقة هدي من خلال هاد الكستنسيون ديال برو دكتور فور هدا كامل بسهولة جدا غادي نعطيك ميتوت سهلة وكل شاركتها معكم ولكن الاشخاص اللي هما مبتدئين لازم صديقي تعتمد عليها لان هي طريقة والسراتيجي فور فري يعني لا داعي انك تخلص فلوس ولا داعي انك تكون مثلا مش شارك بشي طول ولا شي لعبة غير هاد الكستنسيون كالتقى البي سي انا كنعطيك ليكين ونتخدم مع راسك فهنا يا اول حاجة خصنا نكونوك نفيتري وعلى بزاف ديال لي باج ماشي باج واحدة ونحكم انا على الديزاين ولا هاد نيت شواش مزي انا ولا لا فهنا يا غادي تفيلتري انتا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة على حساب البي سي ديالك انا غاي كنوريك ميتة لانا ما غاديش نفيلتري معكم وانتو ما سيروا شوفوا ليكين انا دائما في القناة ديالي كنحاول نعطيكم امثلة وطرق وانتا حاول تستغل ديك شي هادك اللي كنعطيك باقي النيتشات هدا هو ليكين فمزيان هنا مليك تفيلتري انتا مثلا ثلاثة ولا خمسة انتظر لانا غادي تعطل معك باللي تفتح معك هالطابلو هنا غادي تبد تشوف عندك وعندك سيز اه ديال رانك يعني ديك ديك الرقم اللي كنشوفو هنا ما غاديش مقاون شوفو احنا كل تي شورت وديك شي هادك غاديمشيو ان الموين يعني الموين ديال هاد الباش ووحدة كي ما كتلاحظ انت غادي تكون في مثلا خمسة ولا عشرة وغادي احتيك الموين فالموين ديال هاد الباش اه فغايمو طالع ومرتفع بزاف نجوج فاصيلة فهدا اه اه دياله مرتفع فاكيد انك ما غاديش تبيع بواحد السرعة اللي كتخيل انتا وخاك تشوف هادا ديزاين مزيان بزاف وكيحقق المبيعات فهدا صعيب انك تبيع يعني الاشخاص هنا غاديمشيون الاشخاص اللي هم افتير طالع ممكن نخدم سايل ديزاين عديدة ولكن الاشخاص اللي هم افتير ناقص مثلا من عشرة خمسة وعشرين حتى نتير مية فاصعيب عليهم انهم يخدموا في هاد النيتش هادا لان هاد النيتش اذا بغي انك تخدمو انت افتير ناقص لازم عليك ديصبار وانتا ما غاديش يكون عندك ديك القدرة انك ديصبار كتار لان انا انت تفتير ناقص بغي السلس داريا فلازم عليك انك تشوف شي نيتش ان الموين ديال البس انك ديال تلاتة ولا خمسة ولا هادي احنا غيشوفنا واحدة يعني باج واحدة غاديكون ما بين تسعمية آلف ولا حتى اوكي تسعمية آلف تحت فاعرف ديك النيتش مزيان بزار وهديك تكون تنفلتري تلاتة ولا خمسة ولا عشرة ديال لي باج فمزيان وهنا كنشوفو البيعات ديال تخوة ولا سنك باج لفلتري تينتا عندك هنا اقل برايس تلاتة سنية وتلاتة وعندك هنا اكبر برايس لي هو تعتاش تعدو تسعين والموين لي هو ستاش انت غادي تهبط على الموين واخدم لي على اه مثلا خمستاش تعدو تسعين بحالة طريقة هذه ويداك اللي كينا على تسيلز رانج لي هو غادي رطب لك البسيان رانج مصغر من الكبير غير هات الباج اللولة وهنا لاحظوا معايا غادي مقاومة شيء من الصغير من الكبير ها هاد اللول هادا من الفين واحدة واشرين خدمة الفكرة هذه جاهدة في الفين واربعة واشرين خدمة على الفكرة يقدر يكون انه ابلوض الدزاين وانتظار رانتظار اوكي رانتظار على الزياق ديالو اه دا بعدا كي يقدر يكون انه في واحد اسباس كبير اه كيحط بزاف ديال تيزاين تيشورت ومورها كيبقى ويجيبوا للمبيعات كين شي ديزاينات ما يجيبوا لكش المبيعات ولكن هادية استراتيجي اللي خطيك تختم بها اذا انت مبتدأ ولا ما بغيش انك دا ام في سي فلوس بزاف اوكي فهات شي ديكين فقد قد في ترينتا ديزاين اللي مزيان كت انسبيرا دائما من الديزاين اللي كيحقق المبيعات باش هيدا كتعطي للا اي اي يعطيك شي حاجة اللي مزيانة وناضية هادو كامل سيديه من ناقص كيما قد لاحظو عادي يا رتفع ديال هات الشورت ديزايون فانا اكيد ما غاديش مشي نت انسبيريا من هذا ولا من هذا غادي نت انسبيرا من هادو ديال الاوائي اللي اللي حنا فقدش نظن الفكرة وصلت لكم حاولوا انكم تستفدوا من هات الشهادة وهنا هات الصرد كي حيطيك من 8. ref. تباع منه اثمانية وعشرين يعني 58.3% اللي آآ تباعوا ت Burns في هاد نيتش هادا في الباش واحدة يعني اذا في ترينا مثلا باش تسانية غادي اعطيك هاد الارقم كيتغيرو هنا يا فمزيان اتش هادا واضح جدا كنظن انكم استفتو درس ناضي غادي يكون بحال شي كور لي فغيمو ماشي اي شخص غادي اعطيك هادا المعلومات هادية هادا بسهولة فلازم عليك انك تتقاتل وهاديرا فغيمو كنخدمو بها دابا حاليا يعني ماشي عاجة اللي قديمة ولا هذه اوكي فمزيان دابا كيبقى علينا ضروري غسنا نشوفو شي انا غادي نعتمد على غادي نشوف اه حتى هاد ديزاين هادا نشوفو المزائل دياله لانا ديزاين بلي ناضي مكرسني شي طريقة ديال بيتزا مع الهالوين انتو ما قد عرفو كاينين بزاف ديال محبين ديال بيتزا وكتقدر انك تبيع بسرعة تقدر كذلك مثلا عوض تخدم على تغير هاد بالبيتزا يعني غادي نشوفو الانواع ديال الفوز ديك شي هادا يعني الهالوين وسكيلتون وبيتزا حتى هوا نيتش مزيان شسير شوف بحث واش كينشي شخص خادم عليها واش المنافسة نقصة ولا لا واش كده وكده فمزيان هادا وما الاشخاص اللي كيكونوا فتير طالح كيبقوا يخدموا على هاد الانواع ديال ديزاينات كل مرة فين كي يكرسني شي وكتزهر لك في واحد ديزاين وكيبقى يتباع لك والحاجة اللي ما تباعش اوتوماتيك ممكن مسحة طبعا نعطيها واحد مدلية طويلة باش ما نخسر ديك الديزاين يعني نقدر نعطيها شهر شهرين ديزاين يعني يعني الطب تنصل تشهور الديزاين يقدر يبقى تنصل تشهور اذا ما جابش المبيعات صافي كان مسحو انا الراسي كان قدر نمسحو لانا صاف ما جابش المبيعات ولكن طبعا ما كنتقلش انا على النيتشات اليوم ميتين مرة ديما دخول على النيتش اللي يكون شوية محرك باش تقدر تبيع بسرعة اذا انت بغي المبيعات في ميرش باي امازون بسرعة معلك غير دخل معنا في مامبرشيب اللي كينا في يوتيوب كنعطي فيها طرق العمل خطوة بخطوة بواحد ثمن اللي جد مناسب اي وشكا تستنو دخل من القناة ديالي ومعلك غير دكليكي على غجوان وهنا غدي تختار الجروب اللي باغي وش الفي اي بي ولا القول واذا بغي تعرف كل جروب شنوفه معلك غير تفرج في الفيديو هذا فدفع غد نمشيون ايديو جرام اي اي ونشوفوا البرامس اللي اعتمدت عليه ولي هو هدا صراحة ان ديزاين جاني وار كما كتلاحظوا عندك حتى هدا وعندك حتى هدا اوكي شي حاجة اللي مزيانة هدا نشوفوا هدا بللي هدا مزيان ولا هدا اوكي عندك حتى هدا هدا بللي احسن غد نقدر انني انتري شارجة من هنا يا وغد نوريكم كيفاش نديزاينيوا بسهولة فطبعا اه نشوفوا ديال هاد البيتزا واتش هذا مع الهالوين ها هو برامس احترافي انا غد نخلي لكم هاد برامس كيما شاركت معكم في الفيديو السابق اه في الديسكورد ديالي في ال اوكي في هادك يعني في الديسكورد غد يضلقوا هاد المسائلة دي كاملة اللي بغا انه ياخد هاد البرامس كيما كتلاحظوا اه عندكم هاد ديزاين هادا كتختار نتالي باغي وهذا برامس دياله وانتو ماكي ما كتشوفوا شي حاجة اللي بروفيسيونيل غد نشوفوا نقارنوا ما بين اديو جرام اي 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 والكوبايلوات هدا مشينا نشوفوا الكوبايلوات متلا ش البرومت لاحظوا معايا ديزاين بلي واعر اوكي حتى هدا ناضي وحتى هدا وحتى هدا اوكي انت كتشوف اللي بغيه وكذلك هالديزاينات اللي يحطوهم لكوبايلتز دية البيتزا مع الهالوين واتش هدا هاتوا ما كيما كتلاحظوا ولكن هنا اذا قمنا بالإزالة الخلفية را غد يزول لك هاد الخلفية هادي حاول انك تضي شي خلفية بحالة طريقة هادي باش دي واعرة بحال هالديزاين هدا واللي اذا بغي انك تابلوده غير هاتشكل هدا را يقدر يتباع عادي وإيزي فمزيان دابل اشخاص اللي عندهم بسي دعيف وما يقدروش انهم مثلا يشتركوا في ديك الادوبي ديال البراميز ديال الادوبي ديك شي داك مثلا الادوبي الاستراتور وعندك حتى الفوتوشوب ما قادرش انك تعتمد عليهم في البيتزا ديالك فممكن انك تعوض الفوتوشوب بالفوتوبيا فوتوبيا موقع صراحة الكثير منكم كي يعتمدوا له ومزيان ويعني اوكي انا ما كان اعتمدش على بزاف انا كالشغل في الادوبي الاستراتور كنت قلت لكم على الادرة هذي فدبا الطريقة اللي مزيانة وانك مليك التليشارجي الديزاين ضروري علينا ما نقوم بالازالة الخلفية ونعليهم الكواليتي اذا انت مبتدئ لازم عليك تكون كده عرفاتش هذا لان امازون كتطلب مني يكون ديزاين يعني معليم الكواليتي ويكون ديزاين مزيان ما شغل غادي تليشارجي الديزاين ناخده مثلا ادوبي استراتور لنعدل على هذا يلا خصو يكون ديزاين ناضي ومزيان باش ما تتعدبش كايني بعض المواقع اللي خصوك تخلصهم بالفلوس ولكن انا اعطيتكم هذا الموقع هذا اللي اصبح دبا حاليا فور فري لو هذا فهذا الموقع هذا ممكن انك تعتمد عليه وريتكم بطريقة كيفاش اه استغلوا فور فري كنظن في الفيديو السابق في القناة ديالي فغادي تقول وتفرج ديك شي هذاك فلي متبعني او عارف اللي كان اعطيهم صراحة ديك شي هذاك ناضي بزاف اوكي ما علينا عندك هذا تقدر انك تأبلودي تخدم على هات ديزاين تخدم على بزاف ديال المسائل وريتكم هاتش هذا كامل اه نقدره هنا يا مثلا هذا انتليش ارجيه على الشكل بي ان جي ولا مثلا اذا عجبني هات ديزاين كيما قلت لكم راتقدر انك تأبلوديه هنا كالمساح هات ديزاين وغادي نأبلودي مثلا هات ديزاين هادا وهات ديزاين غادي نحاولو اننا نقومو بالايزالة الخلفية عن طريق هادا الموقع ديال ريكراف دوت اي اي فغادي نكليكي وغادي ننتظر حتى يقوم لك بالايزالة الخلفية فهم زيان فدبا غادي نكليكيو على هناك نحاول نوريكم هاتش هذا يعني من احسن زاد باش اذا انت مبتدأ وباغي تبدأ فمرحبا بدأ واخدم على راسك راكل واحد اللي كيشوف هالفيديو را بغامو غادي تستفد يعني هاد المعلومات اللي عطيتك راكي تتعطوه بالفلوس فمزيان ها انتا غادي تاخد ديزاين دي غاقدر انك تغير كولور مسايا بل لي هاد ديزاين افضل بكثير غادي نكليكي هنا على اربعة لف وخمسمية غادي نحاول انا ننتلي شارجي هاد ديزاين على شكل بان جي ولا اس في جي فلا داعي اننا ننتلي شارجيوه على شكل يعني اس في جي بلا ما مشيون ان نقومو باللستراتور غادي نحاولو اننا نعتمدو على ديزاين فوتوشوب يعني فوتوبية اللي هو البديل ديال فوتوشوب اهدرنا على هذا الموضوع هذا فمزيان تبا هاد ديزاين كيما كتلاحظو غادي يجي على تي شير ديزاين تكون بلاك يعني ما غاديش يجي كنظر في شي كولور واحد اخر اللي هو وايت ولا هدي فهنا غادي نحاولو على نخدمو على ديزاين فوتوبية اربعالف وخمسمائة اه خمسالف واربعمية المقاسات الصحيحة ديال بي او دي بيكسلز ضروري يا صديقي ونا غادي نختار واحد تلتمية بحاله اي دا وهنا غادي نختاروا اه البلاك اوك اختاروا البلاك وان احنا البلاك مزيان مراهق غادي نفتحوا الباش ديالنا وغادي يجيكم لهذا الباكراوند هدي دابا كيبقى يعني نخصنا ضروري نأبلوديو ديك الدازاين اللي اخديناه من اه ريكرافز دوت اي اي طريقة سريعة كتاخد دازاين اللي قمنا بالازالة الخلفية اللي هو هذا وآ يعني علينا من الكواليتي ديك شي هذا وغادي تأبلوديه هنا يا فوتوبية ها هو دازاين احترافيجا اوكي غادي تحاول انك تتكبر ديزاين ديالك واعدل عليه هاد المقاسات الصحيحة ديال بي او دي وكما كتلاحظوا ديزاين جا احترافي فغادي نكليكو هنا باش نحاولونا نقومو بالازالة الخلفية باش نشوفو كيفاش غادي يجي دابا هنا غادي يجي في تي شيرت ديزاين طريقة ناضية بزاف غادي يمشينو هنا يا انتريشارجيو يعني ديزاين ديالنا على شكل تانجي بالمقاسات الصحيحة بالمسائل ديالنا كاملة يعني ديزاين ها هو كاد انرجيستره ما كانش اشكال وكاد تريشارجي ديزاين ديالك مزيان كم مننا من هاد الخطوة هادي ديال ديال ديزاين وايزي يعني دابا انت اذا فلس باس كبير عندك ديال ديزاين ها تقدر انك تابلود يوم في في اتير ديالك في الاكاون ديال مرش بامازون تقدر انك تابلود هاده كاملين ولا مسلا يدعجبني بحال هذا غادي نعطينا ايديو جرام اي 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 عطينا شي حاجة ليش شبيه هادا وغادي نتضرو حتى يعطينا نتائج لي في غامو مزيانة وناضية اللي قد تانسبر انت منا وحاول انك تفيلتري الحاجة اللي واعره وابلودي في جميع المواقع ديال طبعينا الطلاب ماشي ضروري في مرش بامازون لاحظوا معي هادو كاملين شي حاجة ناضية هادا تغير اتشي هادا جواعر هيدا يعني اي حاجة اخطينا عجبك موما اي كان وريكم السلام وده باش انو كيبقى علينا والحاجة اللي هي بسيطة بسيطة جدا واللي هي وصراحتها اللي مشترك في تول مرش دوم نايتر غادي استعمل ال اي اي تولز وغادي يمشيون ال اي اي ليستين وهنا ما غاديش نشوفوا هادشي هادا كامل غادي نعتمدوا على ال اي اي ليستين ديال ديزاين كنت شاركت معاكم هادشي هادا كامل طبيعة الحال في القناة اي حاجة على هاد دومين كنشاركة معاكم لا من ناحية شي حاجة ديال فلوس ولا فابور كل شي موجود غادي يمشيون هنا هاد ال اي اي لستين ديال ديزاين وكتقدر انك تبلودي ديك الديزاين اللي بغي انتر انا غادي نبلودي هاد ديزاين هادا مثلا اوكي اللي خديناه هو هادا اوكي مثلا ديال يعني اللي خديناه من الكوبايلات والادي باش نشوفوا شنو غادي يعطينا اوكي هنا ما غادي نكتبوها له غادي نحاولو انا نشوفوا ستاندار تيشورت اليونيتي ستايت جينيريت وغادي نتظروا شنو غادي عطينا هو اللي غادي عطيك هادا التايتل البراند توباليتموانت والديسكيبسيو مين با دقيقة غادي تشوفها تشي هادا الكابل نتظروا لاحظوا معايا اخوتي ارفهمنا يعني سكيلتون كاين في الصورة فوتبول كاين بلاير هالوين سبورت كاين يعني ارفهمنا يعني غارك تشوف التايتل كيف تش كتبو ارفهمنا عنا الحاجة اللي هي بسيطة بسيطة جدا اللي هي هاد كيفت هاد كيفت ممنوعة في الكنتنت بوليسي ما بغينش انا نكتبوها غادي تاخده وغادي تكتبه هنا وهنا غادي نكتبو ساين علاش غادي نعوضوها بساين يعني اي حاجة اللي مكتوبة في الليستين ديالنا كيفت يعوضنا بساين يعني ما اخسناش هنا وغادي نغم بلسيوها بحال هيدا وغادي نحبطوا نشوفوا شنو قاعدنا ساين لاحظوا معي الاخوان تايتل بروفيسيونيل طبعا انت غادي نمساحة الشرت وكتب غير هادا 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 هو التايتل ديالك اه شير تي شير ما تكسباش هادا احترافي سير اجيو نشوفوا الباليت وانت اللي هو هذا والثانية اللي هي هادى والدسكريبسيون اللي هي هادى دابا هنا يا مزيان اذا ما ما عجبكش مسلا الديسكريبسيون له هادى غادي تحاول انا كليكي هنا ويعطيك دسكريبسيون assets apps and access mas и homolog Ừ حيان اخرى ولا هذي فمزيان غادي ت محيون هنا يا على TJP search اللي هي مهمة باش نتجيكيو المسائل ديالنا هنا يا كاهم له ومشيوا احنا مرتاحين وننكتبوها تشهادف فالمverapi amazon غادي ن迫 على uspto باش نتجيكيو trade mark ضروري علينا غادي ن Brock UK لهو الموقع راسمي ديال86 Social Media غادي ن сторону غادي ن снимريكيو Traannya يعني الهو ليس كلمات اليوم مسجلة wahねぇ بغيين شى حاجة اللي عاد عاد تشجاله وليش حاجة. فمزيان. هنا يا غادي اختارو ديال اه ديالنا اللي هو الكاتيجوري ديالنا اللي هو مزيان خمسة وعشرين. مران غادي نكليكيو على يعني الكلمات مرانة وغادي اعطينا مسائل ديالنا مزيانة بززاف. وهنا غادي اعطيك اي كلمة اللي مكتوبة هنا يا بنت لك متداولة. ما كيش اشكال انك تكتبه. وده بغي مثلا دمسح شي حاجة كتكليكي هنا وقد مسح. وبغي مثلا نضغم بلاسيها دلعبة هذي بشي حاجة. كدغم بلاسيها وطماتيك مون ديك الكتابة هنا. اي حاجة مثلا جيفت لهذه. ما غاديش دبخالك هنا في الليستين ديالك. وهنت ناضي كناضي. وده بغي تزيد تأكدو هذي. فغادي تزيد مثلا تكليكي على الموقع الناضي كيتشكي لك كلمة بكلمة. كنكليكيو على وهنا يا صديقي مثلا غادي ناخد هات تايتل باش ما نطورش معكم بزاف. وغادي ناخدو بحال هيدا. ما غاديش ناخد هات شيرت. وغادي نحط هنا يا تايتل ديالي. وهذا تايتل احترافي بلي صراحة. وغادي نكليكي على سيرش. وهنا ما غاديش نبقى نشوفه شي هادا الاخوان. لان فغايمو هنا غادي على الوقت ديالك وصف. غادي تكليكي على لايف تاكس باش يطلع لك لايف ليهما لايف. ما بغيش شي حاجة اخرى. وطبعا طلع لك مكينواله. ويضا فترضو انه طلع لك شي حاجة را ما تتقلقش. عندك هنا سيريان نبا دياله. كتشوفه. وعندك حاجة واحدة اخرى. اذا كنت واحد كلمة اللي هي متداولة. فعادي انك تستعمله. مثلا كيطلع لك كلمة اللي فغايمو عادي انك تستعمله وهو كيطلع لعلك تريدمر. ولكن هي متداولة كينا في اللغة الانجليش. عادي تستعمل لفص الجملة. ما كيش اشكال. صافي. هات شهادة القادمة. تهلاو. باللاتي باللاتي. اذا انت بغي المبيعات في ميرش باي امازون بسرعة. ما عليك غير دخل معنا في مامبرشيب اللي كينا في يوتيوب. كنعطي فيها طرق العمل خطوة بخطوة. بوحد ثمن اللي جد مناسب. ايو اشكا تستنو. دخل من القناة ديالي وما عليك غير دكليكي على غجوان. وهنا غدي تختار الجروب اللي باغي. واش الفي اي بي ولا الالكول. وده بغي تعرف كل جروب شنوفة. ما عليك غير تفرج في الفيديو هذا.